مرحباً الآن سوف أعرفكم على مفهوم المثلثات المتشابهة دعوني أكتب ذلك المثلثات المتشابهة similar similar triangles فماذا تعني كلمة مشابه في الحياة اليومية؟ آسفة هذه هي triangles فماذا تعني كلمة مشابه في الحياة اليومية؟ إنها تعني إذا كان شيئاً متشابهان فهما من نفس النوع ولكنهما ليسا نفس الشيء تماماً أو أنهما غير متجانسان هذا نفس الشيء نسبة للمثلثات إذن المثلثان المتشابهان هما المثلثان لذن كل زوايا هما متساوية كل زوايا هما متشابهة أو متساوية فمثلاً دعوني أرسم مثلثين متشابهين فمثلاً لدينا سأحاول جعلهما متشابهان لأنه من المفترض أن يبدوان متشابهان لكن فقط من الممكن أن يكون بأحجام مختلفة إذا هذا واحد ثم سأرسم واحد هنا سوف أرسمه أصغر قليلاً حتى أريكم أنه ليس من الضروري أن يكون نفس الحجم ولكنهما نفس الشكل إحدى الطرق التي أحب أن أفكر فيها بالمثلثات المتشابهة هي أنها فقط مثلثات يمكن أن تكبر أو تصغر بالحجم أو يمكن قلبها أو تدويرها ولكنها تبقى لها نفس الزوايا بالتالي نفس الشكل إذا أخبرتكم أن هذه الزوايا وأخبرتكم أن هذه الزوايا هنا بالأعلى تساوي هذه الزاوية حسناً هناك شيئاً أن تتعلم أن هذه الزاوية سوف تساوي هذه الزاوية ولماذا ذلك حسناً لأنه إذا كانت زاويتان متماثلتان فإن الثالثة يجب أن تكون متماثلة صحيح لأن الزاوية الثلاثة مجموعها 180 درجة مثلاً إذا كانت هذه X وهذه Y فإن هذه يجب أن تكون 180 ناقص X ناقص Y صحيح أعتقد هذا صغير يصب عليك رؤيته لكن ذلك نفس الشيء هنا إذا كانت هذه X وهذه Y بالتالي هذه الزاوية هنا سوف تكون 180 ناقص X ناقص Y صحيح بالتالي إذا علمنا أن زاويتين متساويتان في مثلثين عندها نعلم أن الثالثة أيضاً سوف تكون متساوية بالتالي يمكن أن نقول أيضاً أن هذه الزاوية متماثلة مع هذه الزاوية وإذا كانت كل الزاوية متماثلة حينها نعلم أننا نتعامل مع مثلثات متشابهة إذا ما هي الأشياء المفيدة التي يمكن أن نعملها عندما نعلم أن المثلث متشابه؟ حسناً يمكن أن نستخدم هذه المعلومات لإيجاد طول بعض الأضلع إذا رغم أنه ليس لهما نفس طول الأضلع لكن النسبة بين طول الأضلع المتقابلة هي نفسها أعلم أنني قد أربكتكم دعوني أعطيكم مثال مثلاً لنقل أن هذا الضلع هو لنقل أن هذا الضلع هو خمسة لنقل أن هذا الضلع هو أعلم أضع أي رقم ستة ولنقل أن هذا الضلع سبعة صحيح ولنقل أننا نعلم أن لا أعلم فقط لنقل أننا نعلم أن هذا الضلع هذا الضلع هنا اثنان صحيح إذا نعلم أن النسبة للأضلع المتقابلة هي نفسها بالتالي إذا نظرنا لهذان المثلثان فلهما أحجام مختلفة ولكن لهما أضلع متقابلة مثلاً هذا الضلع يقابل هذا هذا الضلع كيف نعرف ذلك؟ حسناً في هذه الحالة صدف أن لهما نفس الاتجاه لكننا نعلم ذلك لأن هذه الأضلع تقابل نفس الزاوية صحيح هذا الضلع يقابل الزاوية وهذا الضلع يقابل الزاوية ربما هذا المثلث صغير بحيث أنه من الصعب أن ترى ولكن أمل أنك تفهم ما أقول إذا هذان ضلعان متقابلان بنفس الطريقة هذا الضلع هذا الضلع الأزرق وهذا الضلع الأزرق هما ضلعان متقابلان لماذا؟ ليس لأنهما فقط على الجهة العلوية الوسرة لكن لأنه من الممكن أننا قلبنا هذا أو أدرناه أو أي شيء ذلك لأنه يقابل نفس الزاوية هكذا أفكر دائما بالمثلثات وهذه طريقة جيدة لتفكير فيها خاصة إذا بدأت بدراسة علم المثلثات إذا كيف يفيدنا ذلك؟ حسنا النسبة من الأضلع المتقابلة هي دائما نفسها إذا لنقول أننا نريد أن نجد طول هذا الضلع في المثلث الصغير حسنا هناك العديد من الطرق التي يمكن أن نستخدمها يمكننا القول أن نسبة هذا الضلع إلى هذا الضلع X بالتالي X على 7 سوف تساوي نسبة هذا الضلع لهذا الضلع وتساوي النسبة 2 على 5 ثم يمكن حلها ويمكننا عمل هذا بسبب لا يمكن عمل ذلك مع المثلثات عشوائية يمكن فقط عملها مع المثلثات المتشابهة بالتالي يمكن حل X نضرب الطرفين بسبعة فتحصل على X تساوي 14 على 5 إنها أقل من ثلاثة بقليل إذن 14 على 5 تقريبا 2.8 أو ما شابه وهذا يساوي X ويمكننا عمل نفس الشيء لإيجاد هذا الضلع الأصفر فإذا علمت أن مثلثين متشابهين وتعلم كل الأضلع لأحد المثلثات وتعلم أحد أضلع المثلث الآخر فيمكنك إيجاد كل الأضلع المتبقية أعتقد أني قد أربكتكم بهذا التعليق إذن هذا الضلع لنسمي هذا Y يمكن عملها بنفس الطريقة يمكنك أن تقول Y على 6 سوف يساوي 2 على 5 صحيح سأكد دائما أنك كنت تعمل أنت تعلم أن أحد المثلثات سوف يكون البسط هنا ثم نفس هذا المثلث سوف يكون البسط في آسفة إذا كان أحد المثلثات هو البسط على الجانب الأيسر لإشارة المساوى صحيح إذا المثلث الصغير هو البسط بالتالي هو سيكون البسط على الجانب الأيمن لإشارة المساوى أريد فقط أن أتأكد أنك متلائم مع الطريقة إذا قلبته فسوف تخسر كل شيء ثم يمكننا فقط إيجاد حلها إذا Y تساوي 12 على 5 إذا Y تساوي 12 على 5 إذا دعونا نستعمل هذه المعلومات عن المثلث المتشابه لحل بعض المسائل مسح الصورة ثم عكس الألوان إذا لنقل أن لدي لنستخدم بعض مما تعلمناه من الهندسة لدي خطين متوازيين ثم لدي لنقل أن لدي خط هكذا ولدي خط هكذا ماذا قلت؟ لقد قلت أن الخطوط متوازية بالتالي هذا الخط موازي لهذا الخط وأريد أن أعرف أريد أن أعرف إذا كان طول هذا الضلع خمسة إذا كان طول هذا الضلع خمسة ما هو حسناً لنقل أن هذا الطول خمسة ولنقل أن هذا الطول هو دعوني أرسمه بلون آخر ربما هذا الطول هو هذا الطول هو لا أعلم ثمانية أريد أن أعرف يجب أن أعرف ما هو ما هو أريد أن أعرف طول هذا الضلع في الحقيقة لا دعوني أعطيكم ضلع آخر حتى أتأكد أريد أنك تعرف كل أضلع المثلة فدعونا نقول أن هذا الضلع هو ستة وما أريد عمله هو أنني أريد أن أجد طول هذا الضلع هنا ما هو هذا الضلع الضلع البنفسجي إذا كيف نعمل هذا إذا قبل أن نبدأ باستخدام أي من هذه النسب علينا أن نثبت لأنفسنا وبشكل عام أن هذان مثلثان متشابهان إذا كيف نعمل ذلك؟ دعونا نرى إذا كنا نستطيع إيجاد الزوايا المثاوية لزوايا أخرى إذا لدينا هذه الزاوية هنا هل هذه الزاوية تساوي أي من هذه الزوايا الثلاثة في هذا المثلث؟ حسنا نعم بالتأكيد إنها تقابل هذه الزاوية هنا بالتالي هذه سوف تكون مساوية لهذه الزاوية هنا صحيح؟ إذا نعلم أنها على الجانب المعاكس إنه الضلع المقابل بالتالي نعلم أنه يقابل لا نعلم طوله لكن نعلم أنه يقابل هذا الذي طوله ثمانية صحيح؟ لقد نسيت أن أعطيكم بعض المعلومات نسيت أن أخبركم أن هذا الضلع هو تعوني أعطيه لون محايد تعونا نقول أن هذا الضلع أربعة تعونا نعود للمسألة إذا لقد أوجدنا أن هذه الزاوية متساوية ونسيت أن هذا الضلع المقابل لتلك الزاوية هل يمكننا أن نجد أي من الزوايا الأخرى المتساوية؟ لنقول أننا نعلم لنقول أننا نعلم ما هي هذه الزاوية لنقول أننا نعلم ما هذه الزاوية سوف أعلمها بعلامة مزدوجة هنا إذا ما هي الزاوية في هذا المثلث؟ هل يوجد زاوية هنا مساوية لتلك الزاوية؟ بالتأكيد نعلم أن هذا خطان متوازيان بالتالي يمكن أن نستخدم الزوايا الداخلية المتبادلة لنعرف أي من هذه الزاوية يساوي تلك الزاوية أوه ليس لدي متصع من الوقت بالتالي سأكمل هذا في الفيديو التالي ترجمة نانسي قنقر